تطورات ميدانية متلاحقة على الساحة الاوكرانية مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الرابع والعشرين اخر تلك التطورات هو ما اعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية من تدمير ملاكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الاوكراني قرب اوديسا يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية حصار العاصمة كييف من الجانبي الشرقي والغربي لنهر دينيبر ويتقدم الجيش الروسي على طول عدة مسارات شرق النهر ما يصعب الموقف اكثر على القوات الاوكرانية في الشرق وتواصل القوات الاوكرانية صد التقدم الروسي بالقرب من خاركييف وماريوبول واجزاء كبيرة من الجنوب وقام الجيش الاوكراني بتفغير جسر دونياتسيك ماريوبول لوقف تقدم القوات الموالية لروسيا صوب المدينة المحاصرة اما ماريوبول فبعد اسابيع من محاصرتها وقصفها تحركت القوات الروسية الى وسط المدينة الساحلية واستحتدام لمعارك الدبابات